حرموني من وداعك بقبلة اودعك بوردة بهذه الكلمات على اكليل ورد ودعت الاسيرة في سجون الاحتلال خالدة جرار ابنتها سهة التي شيع جثمانها اليوم في مدينة البيري وكانت سلطات الاحتلال رفضت الليلة الماضية الافراج عنها او السماح لها بالمشاركة في وداع ابنتها للمرة الاخيرة والمشاركة في تشيعها كما رفض صباح اليوم مقترح بنقل جثمان الفقيدة الى معتقل عفر ليتسنى لوالدتها وداعها جاء ذلك وسط استمرار المطالبات الشعبية والدولية بالافراج عن الاسيرة خالدة جرار المعتقلة منذ اذار 2020 اعتبرت الحكومة الفلسطينية مصادقة المجلس الوزري المصغر الكابينيت على اقتطاع جزء من اموال الضرائب بسبب دفعها رواتب الاسر وعائلات الشهداء اجراء غير قانوني ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية مطالبة دول العالم بالتدخل لوقف هذه الاقتطاعات الجائرة قرار الاحتلال تجميد مخصصات تصرفها السلطة الوطنية لأسر الشهداء والاسرة يضع الحكومة الفلسطينية امام امتحان عصيب مالي وسياسي في آن واحد بعد يوم واحد من دعوة رئيس الكيان الجديد اسحاق هرتسغ الرئيس محمود عباس بالعودة للمفاوضات في اول اتصال بينهما قررت حكومة نفتال بانت تجميد مبلغ 182 مليون دولار من اموال الضرائب الفلسطينية والمخصصة لعوائل الشهداء والاسرة بدعوة انها دعم غير مباشر للارهاب على حد تعبير حكومة تلابيب وتضم قائمة عوائل الشهداء المستفيدين من هذه الاقتطاعات الالاف من الشهداء الذين ارتقوا بقصف لطيران الاحتلال او برصاص جنوده خلال مواجهات في انحاء متفرقة من الاراضي المحتلة اضافة لأكثر من خمسة الاف اسير تعتقلهم سلطات الاحتلال في سجونها بتهم مختلفة بينهم اربعون اسير ومئتان وخمسون طفلا واربعمائة اسير اداري القرار الاسرائيلي جاء بناء على تقرير من وزير الدفاع في حكومة الاحتلال بني جانت اعدتهم تسمى بهيئة مكافحة اموال الارهاب في وزارته بدورها طالبت الحكومة الفلسطينية دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة لان الخصمة يضعها في موقف مالي صعب خاصة وان اموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام نطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة وسندرس اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة هذا القرار ان هذا الامر يضعنا في موقف مالي صعب خاصة ان اموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة جيم التزاما مننا تجاه اهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين ومن اجل الايفاء بالتزامنا نضطر للاقتراض من البنوك وهذا امر غير طبيعي وغير مستدام يبلغ اجمال الضرائب الفلسطينية نحو مليار دولار سنويا يستقطع الاحتلال منها ثلاثة بالمئة لقاء عملية جمعها كما يستقطع ايضا ديون توريد البترول والكهرباء والخدمات الاخرى اثارت استقطاعات مماثلة سابقا ازمات دفعت سلطة الفلسطينية لرفض تسلم اموال المقاصة حتى نجحت الضغوط الدولية على اسرائيل لوقفها ولعل جولة جديدة من هذه الضغوط هي الحل الوحيد للازمة الراهنة او تلك التي تلوح في الافق حيث لا توفر دعوات التفاوض والاتفاقات الموقعة منافذ اخرى من فلسطين المحتلة حافظ ابو صبراء رؤيا اشتركوا في القناة